بالموعد والتوقيت جدوى المواجهات ربع النهائي دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين لكرة اليد تونس 2024 هقولك في الفيديو ده على جدوى المباريات ربع النهائي، التوقيت المباريات، القنوات الناقلة وكل التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله نتابع باستمرار بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد للناشئين لفئة أقل من 17 سنة المقامة حاليا في تونس 2024 يسعدني جدا لو عملت لايك للفيديو اكتب لي في صندوق التعليقات طرفي المباراة النهائية توقعاتك مين يكون في المباراة النهائية بالنسبة لبطولة كأس الإفريقية للشباب بتأسف للناشئين لكرة اليد بيشارك فيها 8 منتخبات اتقسموا على مجموعتين المجموعة الأولى فيها مصر والجزائر وبورندي وغينيا والمجموعة التانية فيها المغرب وتونس وليبيا وكينيا نظام البطولة إن كل منتخب بيلعب 3 مباريات وكل مجموعة بتترتب من 1 حتى 4 بعد ما يلعب كل منتخب 3 مباريات بعدين يتأهل الأربعة في المجموعة الأولى والأربعة اللي في المجموعة التانية عشان يقابلوا بعض بنظام المقص في مباريات ربع النهائي وبالفعل خلصنا دور المجموعة لعبنا في اليوم الأول الخميس 19-9-4 مباريات مصر بتفوز على غينيا 46-22 الجزائر بتفوز على بورندي 45-30 تونس بتفوز على ليبيا 30-17 والمغرب بيفوز على كينيا 27-25 عشان نروح لليوم التاني الجمعة 29-20 سبتمبر لعبنا أيضا 4 مباريات بورندي ومصر فوز مصر على بورندي 66-15 والجزائر بيفوز على غينيا بتأسف غينيا بتفوز على الجزائر للأسف الشديد 35-25 وتونس بتفوز على كينيا 44-16 والمغرب بيفوز على ليبيا 20-18 عشان نروح لليوم الأخير والجولة الثالثة والأخيرة اللي كانت بالأمس السبت 21-9 غينيا بتفوز على بورندي 39-26 ومصر بتفوز على الجزائر 42-22 وليبيا بتفوز على كينيا 35-22 وتونس بتفوز على المغرب 26-17 ليصبح ترتيب المجموعة الأولى والمجموعة الثانية النهائي المجموعة الأولى مصر في الصدارة 6 نقاط غينيا في المركز الثاني 4 نقاط الجزائر في المركز الثالث نقطتين بورندي في المركز الأخير 0 من النقاط المجموعة الثانية ترتيبها النهائي تونس في الصدارة 6 نقاط المغرب 4 نقاط في المركز الثاني ليبيا في المركز الثالث نقطتين وكينيا في المركز الرابع 0 من النقاط خلاص تعرفنا على ترتيب المجموعات متبقي لنا جدول مباريات ربع النهائي دور التمانية بالموعد والتوقيت عندنا ان شاء الله غدا الاسنين 23 تسعة 23 سبتمبر اربع مباريات في الربع النهائي اول مباراة مصر ضد كينيا والمغرب ضد الجزائر وليبيا ضد غينيا وتونس ضد بوروندي لو جينا نرتبهم بالتوقيت هنلاقي ان الساعة تلاتة عصرا بتوقيت تونس ان شاء الله عندنا مبارتين المغرب ضد الجزائر تلاتة عصرا بتوقيت تونس وليبيا ضد غينيا ثلاتة عصرا بتوقيت تونس وعندنا مبارتين الساعة 6 مساء بتوقيت تونس مصر ضد كينيا وتونس ضد بوروندي يبقى ان شاء الله غدا الاسنين اربع مباريات مبارتين الساعة 3 ومبارتين الساعة 6 المغرب والجزائر وليبيا وغينيا ومبارتين الساعة 6 مصر وكينيا وتونس وبروندي مشوار نص في النهائي المربع الزهبي هيكون عبارة الفائز من مباراة مصر ضد كينيا يواجه في نصف النهائي الاول الفائز من مباراة المغرب والجزائب والفائز من مباراة ليبيا وغينيا يواجه في نصف النهائي الثاني الفائز من تونس وبروندي اذا في نصف النهائي ان شاء الله فريق مصر وكينيا والمغرب والجزائر هيكون منهم فرقتين في نصف النهائي الاول وليبيا وغينيا وتونس وبروندي هيكون منهم فرقتين في نصف النهائي التاني بالنسبة للقنوات النقلة القناة النقلة الوحيدة هي الاتحاد الافريقي لكرة اليد على اليوتيوب قناة الاتحاد الافريقي لكرة اليد على اليوتيوب هي اللي بتنقل المباريات اكتب لي تعليق لو انت محتاج الرابط محتاج البس المباشر للمباريات ربع النهائي وأنا أرد عليك بالرابط ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو توقعاتك للأربع مباريات في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا